لم تكن الحرائق والنيران حدثا غريبا على العراقيين فهم اعتادوها مذ دخل الأمريكيون البلاد حاملين شعار الديمقراطية فكان الأنموذج الأمريكي بالمنطقة ساحة ملتهبة بالصراعات لم تعرف الهدوء ولن تعرفه على الأرجح في المستقبل القريب لكن النيران هذه المرة لم تستهدف شوارع المدن العراقية فقط بل قوت يوم الناس ومصادر أرزاقهم فأتت على آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية وكان آخرها في نينوى أبرح حرائق كبيرة بين أقضية تلعفر وسنجار عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي أكد أن الحرائق اندلعت بوقت متأخر من الليل وكانت أكبر من طاقة فرق الدفاع المدني ما دفع الأهالي للنزوح من عدة قرى بعد اقتراب ألسنة النيران من منازلهم نينوى كانت ثانية في عدد الحرائق بخمسة وخمسين حريقا بعد صلاح الدين التي شب فيها أربعة وتسعون تلتها كاركوك بواحد وخمسين حريقا بمجمل خسائر في شهر واحد وصل حتى الأربعين ألف دونم من حقول الحنطة والشعير غير أن الجهات الحكومية المطالبة بالكشف عن الأسباب خرجت ببيان ففاض هو أقرب للإحصائية إذ يشير بيان الدفاع المدني على خجل إلى أن أسباب الحرائق تراوحت بين التماسي الكهربائي وشرارات نار انطلقت من المكائن الزراعية أو أعقاب السجائر وحوادث أخرى مجهولة الأسباب وقد تكون هذه العمليات كما تروج لها الحكومة حوادث عرضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الأسباب إلا أن غوصا أكثر في الملف ونظرة للمستفيد تحيل إلى الأيد المتورطة بحسب بعض المصادر التي أكدت أن ميليشيات الحشد هي المسؤولة عن الحرائق خصوصا أنها امتدت في مناطق نفوذها وبالتزامن مع الطرق الأمريكي العنيف على الاقتصاد الإيراني الذي يرى العراق سوقا لبيع بضائعه المتنوعة وكأنها سردية النفوذ والتبعية والانتقام والاحتلال معا تهنأ إيران فيكون العراق حديقتها الأمامية تستثمر فيه وتبني عليه طموحاتها وعندما تضيق بها السبل تحرقه لدفع الخسائر عن نفسها